عن الحدثة البشعة بتاعة مادينتي حدثة مادينتي فيها مستجدات جديدة وإحنا طبعا عارفين أن الحدثة تم تحولها لنيابة العسكرية والقضاء العسكري تحديد تعالوا نشوف بيان المتحدث العسكري النهاردة قال إيه عشان نعرف تطورات هذه الحدثة البشعة والغريبة واللي فيها تفاصيل بصراحة وجعتنا كلنا أعلن المتحدث العسكري أنه استكمالا للإجراءات القضائية المتخزة حيال وقعت إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة تم اتخاذ قرارات جديدة أفاد المدعى العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهت التحقيقات الجارية في قضية رقم 170 لسنة 2023 جنايات عسكرية شرق القاهرة ضد المتهم وقد تم أحالة الدعوة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق بالرأي العام بشأن وقعت إحدى التجمعات السكنية طبعا مدينتي دون الإخلال بسيرة تحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة أضاف المتحدث باسم قوات المسلحة أنه طبعا تم تحرير محضر رقم 22 بتاريخ 1 يوليا لسنة 23 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول ده طبعا المحضر ده اللي هو بيتم الأول بيتعامل معه قسم الشرطة وبعد كده بيتم تحويل الحالة برمتها أو القضية أو الدعوة برمتها للقضاء العسكري وبتباشر النيابة العسكرية التحقيقات وأشار أن الواقعة قيدت بالقضية رقم 179 سنة 23 جنيات عسكرية شرق القاهرة وأسندت للمتهم نركز بقى في اللي جاي جرائم القتل العمد والشروع فيه وتكرر حبسه احتياطيا على دمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون كما تتقدم بخالص التعازي والموساة لأسرة الفقيدة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين طيب خلوني أقوف مع حضراتكم طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الحلقات الأسبوع الفات عن الواقعة وسردناها وأغلب حضراتكم شافوها على مواقع التواصل الاجتماعي حاجة يعني شديدة القصوى وجرائم بقت غريبة على مجتمعنا لكن وسط التأكدات المتحدث العام العسكري والمدعي العام العسكري وتعامل المؤسسة العسكرية وقضاء العسكري مع هذه القضية خلوني أقوف مع حضراتكم عند حاجة تحديدة الجرائم دي بقت في مجتمعنا بقت تظهر بكثرة وبقت تظهر في مفات مختلفة ومستويات اجتماعية مختلفة ومتفاوتة فممكن نشوفها من حد مرة دي شفناها من ظابط تابع القوات المسلحة ممكن نشوفها من أي مهنة أخرى سواء مهن حرفية مهن إدارية أي وظيفة أخرى والمهم واللي لازم كلنا كمجتمع مصري كدولة ومجتمع بالكامل ناخد بالنا منه هو تحليل ما وراء هذه الحوادث يعني قانون هياخد مجرى المحكمة هتحكم الحكم العادل وهيتنفذ الحكم تمام طيب عشان الحادثة دي ما تتكررش وعشان أنا ما شوفهاش تاني في أي مكان أنا فاكر سدقوني من كم سنة حد قريب لي حكالي عن وقع حصلت مع سواء مكروس وحد كان قريبه وتقريبا زنق عليه أو أنتوا عارفين الكلاشات اللي بتحصل في الطريق فنزل يكلمه كلمة من هنا من هنا أم راجع بالمكروس وورا رجبه دهسه آه دهسه موته سواء مكروس دي نفس الفكرة فرد الفعل بقى صعب رد الفعل بقى شديد عند الناس طب إيه السبب تعالوا كده نفكر مع بعض يا جماعة إحنا محتاجين نراجع نفسنا في بيوتنا كلنا ولا أستثني أحدا كلنا التربية البيت ثم البيت ثم البيت الأب والأم والأم في البداية والأم ليها دور والأب ليه دور محدش يضغي على التاني لكن البداية بيت في كل الأعمار من أول سنة في عمرنا لحد ما بنجبر ونخش المدرسة ونخش الجامعة وبنشتغل أهالينا توجهاتهم لينا مهمة محدش يقول أنا كبرت ومحدش يقول أنا بره التوجهات وحادش يقول أنا واصق في ابني أنت واصق في ابنك بس ابنك محتاج تربية وتوجيه وإرشاد إذا كنا بنتكلم من سنين فاتت أن التربية مهمة أو ده الطبيعي ففي وسط المجتمع اللي احنا بنعيشه مع تحدياته بره وجوه والسوشيال ميديا والحوادث والفضائيات والدنيا المفتوحة والضغوط والحاجات اللي بقت سهلة إنها تنفذ بقاليات كتير والمعلومات المتضفقة من كل ناحية لازم أنا كأب وكأم يبقى لي دور لازم أنا كأب وأم أعالج الخلل ده شفت تصرف مش مزبوط على ابني أتصرف بحكمة الشدة قوي مش مزبوطة والترخية قوي مش مزبوطة لكن إيه المطلوب؟ يا ابني كده ما يصحش يا ابني كده عيب يا ابني ده مش عارف إيه يا ابني دينا ما بيقولش كده سواء كان الدين المسيحي أو الدين الإسلامي يا ابني تقاليدنا ما بتقولش كده يا ابني تحترم الكبير يا ابني تحترم الآخر يا ابني رد فعلك ما يكونش كده كلنا محتاجين التوجيه والإرشاد ده أرجع لحضراتكم وأقول إن زي ما بيقولوا كده مستصغر الشرر حاجات بنتغاضع عنها في الصغر تجبر مع العمر تعمل كوارث لما لما نجبر تعمل كوارث فإحنا بنقول ناخد بالنا من تربية ولادنا من الصغر لأن الحاجات دي أكيد بيبقالها يعني إنعكاسات في كل حاجة واللي بيتنرفز أو ردود الأفعال الصعبة دي بتبقى نتيجة تراكمات في حاجات كتير بعد كده نأمل إن الحادث دي تقل في مجتمعاتنا